المحافظات التي تنتج ثروة يجب أن تحصل على 20% منها على مشارف مرحلة بلا أفق تحاول الحكومة تصحيح الوضع المقلوب في السابع عشر من هذا الشهر وبعد يومين على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي فرض فيها آخر نسخة من رؤاه المشوهة للحرب أعلن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن تخصيص 20% من عائدات النفط والغاز للتنمية في محافظة مأرب لكي تنفذ مشاريع التنمية ولكي يشعروا الناس لأنهم أسياد على الأرض وأنهم شركاء حقيقيين في الثروة خطوة نظر إليها المراقبون على أنها خطوة باتجاه تصحيح أخطاء الماضي حيث كان يجري مصادرة القرار السياسي ومصادرة الثروة لصالح مركزية الفرد الفاسدة في صنعه تجتهد الحكومة لتحسين أدائها في ظل استهداف واضح لدورها ومرجعيتها على نحو تبدو معه القرارات الحكومية سلاحا تشهره في وجه من يحاولون العودة إلى السلطة عبر الضغوطات الأمريكية قرار الحكومة وتوجيهات الرئيس لا ينفصلان عن مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تضمنت رؤية بهذا الخصوص تضمن للمحافظات والأقاليم نسبة من عائد الثروات السيادية وهو توجه عادل يحفز على التنمية ويخلق مجالا للتنافس بين الأقاليم ويحسن من كفاءة توظيف الموارد والسؤال الذي يطرح نفسه هل بوسع السلطات المحلية إعادة توظيف الموارد بمستويات من الكفاءة والشفافية والنزهة سؤال يرسم المستقبل المحفوف بالتداعيات المقلقة